سلامة و مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد اينما كنتم ان شاء الله يارب تكونوا بخير وبصحة وبعافية اذا كانوا تشوفوا الحلقة هذه قبل الافطار نحب نقول شاهية طيبة للجميع واذا قاعدين تشاهدوا في الفيديو هذا بعد الافطار صحة شربتكم كما شفتم من عنوان الحلقة اليوم مش نعتيكم نصائح حاجات تحاولوا تخمموا فيها شوية قبل ما تقبلوا بعقد العمل في الخليج يعني بصيفة عامة النقاط هذو ما ان شاء الله بش يعونوكم بش تحدد يعني كل شخص عنده يعني رؤية معينة لكن النقاط هذو ما حسب خبرتي وحسب تجربتي في دولة قطر مش نركزوا عليهم ان شاء الله ونعطيكم كل النصائح دعمكم من قصة شوية حبابي بصراحة اعطينا احلى لايك شوية تعليق شوية تعليق وانشر الفيديو مع اصحابكم بالحق معلومات مهمة وتفيد برشا ناس في بعض الاحيان يمكن المعلومات متهمكش لكن انت كي تعمل نشر الفيديو يمكن غيرك يستفاد وما يقعش في الخطأ هذي حبكم الناس الكل ويلا نبدأ الحلقة متاع اليوم الفيديو متاع اليوم احبابي ان شاء الله بش يكون فيديو عفوي لا فيه لا مونتاج لا اديتينج لا حد شاي الفيديو مش يكون مسترسل النقاط الهنا موجودين قدامي بش نحكي كل نقطة ونعطيكم التفسير متاع كل نقطة ان شاء الله باه النقطة الاولى هي تذكيرة الطيران اللي هنا قبل ما تخدموا في الخليج فما عقد العمل الاولي اللي هو اللي هنا تكون الحقوق متاعك و الواجبات متاعك لكلهم موجودة في العقد هذي حاجة نحبكم تركزوا عليها اللي هي تذكيرة الطيران بعض الشركات تعطي تذكيرة الطيران كل سنة وانت تكون رتحت بالك لهنا كل سفرة اجازة متاعك و تروح البلدك تكون مدفوعة عن طريق الشركة لكن فما عقود عمل اخرى تكون التذكرة توفرها الشركة كل سنتين لهنا بعض الناس يقولوا ملزمين انهم يقطعوا هما تكا تمتاحهم كل سنة على حسابهم الخاص والاسعار بصراحة غالية شوية اذا انت تحب تروح كل سنتين باش تطوال المدة عليك لانا في الغربة نفسك يمكن تتعب شوية تتقلق فحاولوا النقطة هذي تركزوا عليها انه في عقد العمل متاعكم تذكيرة الطيران تكون متوفرة كل سنة على سبيل المثال مثلا مش تروح من قطر لتونس يعني اقل شي اقل شي نحكي وتحب لك ثلاث الاف و خمسمية ريال هذا هو ما فلوس لكن لو كانت كل سنة كانت تكون مشكلة ونحيتها من بالك هذه هي النقطة الاولى النقطة الثانية هو الراتب الاساسي البيزيك سالري لهنا في الخاليج بصفة عامة الراتب يكون عنده اجزاء مقسم على برشة اجزاء الراتب الاساسي بدل السكن ولا حاجة بدل معيشة بدلات اخرى يكون مقسم ما يكونش الراتب كبير يعني فالراتب الاساسي اللي هو البيزيك سالري حاولوا قدر المستطاع انكم تناقشوا واتثبتوا منه وتفكروا قبل ما توافقوا على العقد العمل يعني مثلا حرام انه الراتب الاساسي متاعك يكون في حدود الالفين ريال عليش لانه مثلا تقول انت خدمت خمسة سنوات متتالية مع الشركة هذه نعرف الناس الكل في دول الخاليج بصفة عامة مفماش يعني الروتريت اللي هي صيدها بالعربي فما حاجة اسمها مكافأة نهاية العمل على كل سنة خدمتها تاخذ واحد وعشرين يوم من البيزيك سالري لمدة السنوات اللي خدمتها اذا امضيت معاهم اكثر من خمسة سنوات الراتب يولي ثمانية وعشرين يوم من الراتب الاساسي فركزوا شوية انه الراتب الاساسي ما يكون ضعيف ناقشوا معاهم تحاولوا معاهم كي يوصل لك العرض مش يعني سامحوني كل بهم توقع يعني على العقد لا تريض شوية شوف الراتب الاساسي يعني اخي شوف اذا كان الراتب الاساسي الفين ريال فقط عملية حسبية عملتها لكم على كل سنوات خدمتها تاخذ من الراتب الاساسي متاعك اللي هو الفين ريال احنا نقوله يجيه واحد وعشرين يوم في حدود الف واربعة مية ريال تخيل انت تخدم في شركة كاملة في شركة لمدة خمسة سنوات وبعد الراتب الاساسي متاعك يجيك يعني لنهاية العمل في حدود سبعة الاف ريال لمدة خمسة سنوات وهذا شيء يعني ضعيف جدا بينما مثلا خلينا نقوله لو كان الراتب متاعك خمسة الاف ريال الراتب الاساسي بعد خمسة سنوات عمل المكافئة متاعك تجي في حدود 18000 ريال شوف الفرق يعني فحاولوا دائما تخليوا الراتب الاساسي عالي شوية باش تتمكنوا باش تتحصلوا على مكافئة نهاية العمل تكون يعني على قل مبلغ محترم النقطة الثالثة اللي هي لهنا يمكن الناس مش يخالفوني الرأي لكن مش نحكي لكم من وجهة النظر متاعي النقطة الثالثة انه تخدم في حاجة ما هيش اختصاصك يعني مثلا انت اختصاصك الشيء هذا لكن تحصلت على عقد عمل في اختصاص معين بعض الناس قولك بلال علاش لهنا ياخي سبحان الله رب يعطاني رزقي لهنا كل شخص وكيفاش نظرته للحياة وكيفاش يحب يعيش وكيفاش يحب يطور من نفسه انا لهنا نقول انه نقطة سلبية انك تشتغل في مجال غير اختصاصك علش لانه اختصاصك باش تنساه ومكش تكون فيه خبرات ومكش تعمل فيه يعني خبرات في السيفي متاعك فباش تبقى في شغل مش اختصاصك وهذا مش يأثر عليك انه مكش باش تتطور في الاختصاص اللي انت درست فيه ويعني وتحصلت فيه على شهادة علمية فلهنا يمكن تخلفوني الرأي لكن حبيت نموضح لكم النقطة هذه النقطة الرابعة اللي هي سكن مشترك للامانة سكن مشترك لانه انت مكش بش تعرف معاش كون مش تسكن انت وثقت على عقد العمل سفرت للدول الخليج فجأة تنتلقى روح تسكن في فيلا في غرفة فيها ثلاثة او اربعة اشخاص الاسخاص ما تعرفهمش يمكن ترتاح لهم يمكن ما ترتاحوش لبعاثكم النفسية تتعب ما عندكش خصوصية متاعك للامانة فهذاك عليش حاولوا انه كي تتحصلوا على عقد العمل على الاقل تطلبوا بدل سكن يعطيكم بدل سكن مبلغ معين وانتي تمشي يعني تأجر به يا اما استوديو او غرفة على الاقل غرفتك الخاصة في مع سكن مشترك النقطة الخامسة اللي هي عقد طويل المدة العقد طويل المدة اللي هو خمسة سنوات او اكثر او عقد مفتوح يعني خاصة لما يكون الراتب مش ولابد يعني راتب قل تحت المتوسط ولا ضعيف انا ننصحكم انه تكون اوكي تجربة انتم تحبوا تعملوا تجربة فعلى الاقل عقد العمل يكون متو سنتين قابل للتجديد او بعد يعطيكم نقل كفالة يعني هذه تفاصيل صغيرة لازمكم تفكروا فيها قبل ما توقعوا عقد العمل يعني وشوف اذا راتبك ضعيف ومدة عقد العمل اللي طويلة فأيوم تحصل شغل الشركة ما راح تعطيك يعني نقل كفالة لكن من اول اذا العقد العمل سنتين شوفت روحك تحسنت زادوك في المعاش وامورك واضحة تحب تعاود جدد مرحبا اذا شوفت روحك انتي بعد عامين اكتسبت خبرات وشوفت روحك انك تطورت وتنجم تشتغل في شغل احسن ويكون الراتب احسن وقت هاتو اللي انتي سهلت على روحك منذ البداية النقطة السادسة انك تخدم في شركة سمعتها في السوق سيئة بيقول قاي بلال سمحني انا في تونس ولا في المغرب ولا في لبنان ولا الشزائر كيفاش باش نعرف شوف توا بصراحة الوسائل التواصل الاجتماعي بصراحة قاعدة توري في برشة حاجات وليسأل ما يضيعش يعني سبحان الله انتي قبل ما تعمل خطوة هذيك وقبل ما توافق حاول شوف الانترنت اسهل صحابك اللي يعيشوا في البلد هذك اسألوني انا بالنسبة القطر ننصحكم ونقول لكم يعني شركة هذية ممتازة او شركة هذية سمعتها سيئة في السوق لانه شوف برشة ناس دفعت فلوس وجات وما تعرفش انه الشركة هذيك في السوق سمعتها سيئة انه يتم طرد يعني للموظفين بطريقة تعصفية يمكن تخدم شهر شهرين بعض طلقة راحك اوت فحاولوا تتريضوا في النقطة هذية النقطة السابعة واللي هي عدد ساعات العمل اللي هنا قانونيا في دولة قطر والخاليب سيفة عامة عدد ساعات العمل يعني اللي امرخصة من الدولة هي ثمانية ساعات عمل اكثر من ثمانية ساعات تدخل في الأوفر تايم يعني تشتغل ساعات اضافية ويدفعلك عليهم بريد اعلى يكون يعني فهمتوا فحاولوا تركزوا في عقد العمل انه ثمانية ساعات عمل مش ثماشا ساعة لانه في عقود العمل فما تلقى ثماشا ساعة وبصراحة نشوفها ظلم ونوع من الاحتيال فما ناس سبحان الله ما تعرفش فذلك عليش قاعد نقدم لكم فنصائح هذوما باش ما تحصلوش في نفس الاخطاء اللي حصلوا فيها يعني لخيان اه نقبل النقطة الثامنة والتي هي الناس الكل نتفق عليها اللي هو راتب ضعيف راتب ضعيف بلال يقول لي بربي شوف اني ما نخدمش ببطال وعندي خبرات وعندي شهاتي ودارس وكذا يخي خليني نقبل بأي شيء ونسافر القطر أو دول الخليج وبعد نحسن من روحي من منبري هذا نقول لكم أنه الزيادات في الرواتب في الخليج في صفة عامة صعبة جدا 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 خاصةً لما تكون تشترك في شركة يعني تشتغل في شركة كبيرة فأكثر من 100 و 200 و 500 و 1000 و 2000 موظف صعب جدا الشركة مستحيل مستحيل أنه تعطي زيادة لكل موظفين لا بيشتصير يعني إفاليواشن في شيء اسمه الكابي آي فإذا أنت مردودك يعني متفوق على زملائك يمكن تاخذ ويمكن في بعض الحالات ما تخوش لكن فما عقود عمل تكون مكتوبة أنه بعد الفترة التجربية بعد البروبيشن بريد إذا أنت أمورك ممتازة والشركة راضي على المردود متاعك ففما بند صغير يكون موجود في العقد أنه يرفعوا الراتب متاعك فرد بالكم رد بالكم في خلال مقابلة العمل يقول لكم أنه بعد الفترة تجربية بيش يتم يعني زيادة الراتب لا هذا شي فهيا حق اقضاء للأمانة حق اقضاء كل شي لازم يكون مكتوب في العقد والعقد من بعد لازم يكون موثق في وزارة العمل بش هيك أنت تضمن الحقوق متاعك هذا هو الفيديو كان خفيف لطيف شاركتك معاكم النصائح هذه اللي هي بالحق نصائح مهمة جدا تفاصيل صغيرة يمكن تفوتوكم لكن إذا ثبتوا فيها ترتاحوا مستقبلا فإن شاء الله يكون فيديو مفيد للجميع بربي أعملوا شار الفيديو ونشروه مع أصحابكم حتى لو كان الموضوع ما يهمكمش أعطيونا أحلى لايك راكم الدعمة متاعكم في الفترة الأخيرة نازل نازل أحبابي إذا تحبوا أخوكم بيلال نشر أعطيونا لايك للفيديو وكتبوا لي تعليق يا أخي حتى تعليق برا الموضوع متاع الفيديو رمضانك مبروك بيلال محلى نظاراتك محلى اللي تحبوا عليه لأنو شوف السيستام بتاع اليوتوب كيف يشتغل يعني لما صانع المحتوى ينزل فيديو إذا في أول ساعة عدد اللايكات يكون كبير وعدد النشر للفيديو يكون كبير وعدد التعليق يكونوا يعني كثار اليوتوب عفوا يرفع في الفيديو ويبان لناس مهيش مشتركة في القناة يعني فهذا هي كيفش تصير يعني خوارزميات اليوتوب يلا نحبكم برشا ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة باي باي